يا صباح الخير من جديد طبعاً لكل الناس اللي صاروا معنا هلا ودائماً إحنا ببردمجنا منحب إنه نلتقي مع الأشخاص المبدعين بكل المجالات اللي عندهم أفكار فعلياً بناءة وريادية من نوع آخر وخاصة لما تكون سيدة اليوم نطبعاً أنا بياك كمال نرحب بهذه الجربوعة وإنتي حضرتك مؤسسة تطبيق دوت سشن كوفاوندر and سي او نحكي شوي بس يا هديل عادنا الفكرة وكيف بلشت معاك في البداية وأنا دائماً بحكي إنه إذا بدأ بالقصة كيف بلشنا أنا بقدر أجاوبكم على كل الأسئلة يعني هذا مشروع ريادي جداً مميز إن شاء الله يا رب يعني أنا بدعي بهذا الشيء إن شاء الله ربنا ما بضيع تعب نحصد الثمر قريباً يا رب يا رب إحنا قصتنا بلشت بالـ 2022 تمام كنت قاعدة بنزي هاي القاعدة مع والدي والتليفون والدي رن أنا والدي دائماً فاتح لي سبيكر وهو بحكي السكرتيري رننت عليه بتقول له في عندك طلب لاستشارة من الخريج وأنا كنت هذا الحكي بالـ 2022 وأنا من بعد كورونا كل شغلي كل دورة كل تدريب حضرته كان أونلاين وبالنسبة إلي إنه الإكسبرينس كتير سهل لأنه إحنا تعودنا دائماً لنك واحد خلص بيوصلنا من الدخول وذات ست فلما والدي سمع إنه عن هذا الموضوع حكي لأ وأنا ما قدرت أفهم ليش بصراحة يعني حكيت خلص هو ممكن بعمره يده وقت للسلاي يتقبل الموضوع خليه ياخذ زيادة وقت إبنتشيلي رح يدخل على الأونلاين لأنه كلنا كنا عم نشتر الأونلاين نفس القاعدة تريفون تاني إيجالنا ونفس الشي طلب لاستشارة من الخريج وبرضه رفض فأنا هون الصراحة ما قدرت ليلا أني مجربي شغلي الأونلاين كنت وقتها شغالي على ستارتوب تانية بعد ما أخذت التدريبات في مركز تاتوري الأعمال بدأت دائريكتلي في ستارتوب ولكن في 2022 بعد ما شفت هذا الموقف عملت سويتش لدوت ستارتوب ماذا حدث معي بهذه اللحظة؟ قلت لأ بدي أدخل وأفرجي قداشي الأونلاين سهل لأنه بس ببساطة لينك فقلت له خلص اسمع ما عليك بابا اقبل الموعد وأنا علي أبعث لك اللينك هذا كان الموقف حكا لي خلص أوكي وتمام والموعد أخذ تقريبا إحنا إذا باتتفق معكم نحكي الأونلاين هلأ يعني خلال ستارتوب يبعثي للينك ومندخل وخلصه الموعد أخذ أكثر من أسبوع وهي مسكينة المريضة من الخليج عم بتحاول تبعث الحوالي البنكية عشان بتعرف كشفية استشارة والحوالي ظلت تكون ريجكتد ما عم توصل وبالآخر وردي خلص إنه قرر منعمل الاستشارة وإنسي الكشفية وفيما بعدي ممكن بعد الموعد بأسبوعين أو هيك وصلت الكشفية يعني كانت سيدة محترمة وحولتها مع أنه إحنا نعرف إنه عادي كان بإمكانها ما تحولها بعد الموعد صح؟ صح؟ أنا أكيد أنا أكيد أنا قاعدة كان شريكي محمد البكر شغالين قلت لكم على ستارتاب تانية قلت أنا شفت المشكلة قدامي يعني فيه صعوبة أنا تجربتي سهلة تجربة والدي لأنه مستشار ليس نفس تجربتي ورح يضل يحكي لأ بسبب هذه التجربة السلبية ويضيع حاله يضيع غيره إنه يستفيد من غيره والناس يستفيد منه فقلت ليش ما أعمل إنه نفس التجربة اللي إحنا متعودين عليها أعطيه كالندر لأنه تعرف المستشاريين المدربين كل حدا شغلهم بيست على الموعيد صح؟ من خلال هاي الكالندر أنا بدي أوفر له لينك لكل موعد عنده عن طريق نفس الينك الناس بتحجز وبتدفع وبتدخل على الانلاين ستشن بدون ما يصير في أي كوميونيكيشن بينهم حاله ولا ما يحول معلومات البنك وهي أنا دفعت بدي أثبت لك يا دكتور وإتسترا طبعا أنا الحكي اللي أحكي مش بس للطبيب نحن الحمد لله اليوم طبيب محامي أخصائي التغذية أخصائي نفسي مدرب أي حدا يعني استوعب فكرة أنه إحنا في زمن الحدود الجغرافية بطلت عائق ليلنا صح فبدي السوق بدل ما أنا أكون عم بخدم وبساعد ألف أنا بإمكاني أكون عم بساعد مئة ألف فأنا بس وفرت تول عشان هاي الناس تقدر تستغلي الانلاين زي ما أنا بستغله يعني وفرتي منصة من خلالها بتجمع المستشار أو الأخصائي أو الشخص اللي بدأ يعطي المعلومة مع الشخص اللي محتاج المعلومة مش اللي محتاجها أحكي لك شو اللي أنا عملته إنت هلا أنا وإياك إذا بدنا نعود مع محامي أو بدي أدور على أخصائي التغذية أو طبيب إيش منعمل بالعادة؟ منفوت مندور على ويب سايت مثلا على جوجل بكتبع على جوجل دكتور بطلع لي والله هاي في بيج فيسبوك للدكتور بس ما منعرف إذا هذا الدكتور هاي اوكي هاي لا اوكي هاي يعني أنت عاملة زي مثلا كل دكتور إلو ريت معين إلو معلومات عنه كل شيء يترقي تقدر تشوف هذا الحكي بس لا أنت بتعمل لتساي أنا دورت على دكتورة خلود أو أخصائية التغذية خلود بكتب خلود بيطلع لي الفيسبوك تاحها الإنستجرام اللينكتين الويب سايت تاحها اللي بدهاي دليل كامل عنها ايو أنا اللي عملته إني قدر أعطيت لدكتورة خلود لينك واحد لا لينك واحد أنا أعطيتك أنت حطي وين ما بيجدك لا لا أنت أعطيتي كمان مبارا في الصح أو غلط أنت أعطيتي اللي بده يستشير أو ياخد الاستشارة فكرة كاملة عن الدكتور أو الأخصائي إلى آخره اللي بده يروح لعنده أو اللي بده يعمل معاه الاستشارة صح؟ اسمحي لي أصحح لك ياها صحيح لك أن الدكتور نفسه هو اللي معرف عن نفسه أنا الدكتور عنده الفيسبوك عنده الإنستجرام طبعه صح؟ فإذا أنت حابب تحجز معي موعد أونلاين هاي فيه لينك إحنا زودناه للدكتور أعطيناه اسمه البوبليك لينك بس أنت عليك بمجرد ما شفت الفيسبوك تابعه أو زي ما قلت ويبسايت أو تكبسي على هذا اللينك بطلع لك صورته واسمه والريتنج تابعه عن طريق كل اللي قاعدوا معاه بس علي إني أحجز الموعد وأدفع وبدخل أنا بكون عارفة أنا مع مين عم بأخذ الاستشارة؟ عندي فكرة عندي فيدباك وشافت تعليقات الناس والريتنج عليه من خلال هو طب هذا كثير مهمة حلو كثير طيب هذا المشروع فعليا ريادي ومن المشاريع اللي فعليا إحنا بنحتاجها لهم يعني أنا على الصعيد الشخصي أنا واحد من الناس اللي بهتم بهذه المشاريع اللي إيش لأني أنا عم بشتغل في هذا الاشيال أونلاين فكرة إحنا المستفيدين أنا المستخدم تبعي الدكتور أو المحامي أو المستشار بس المستفيد النهائي هو أنا وإنتو لأنه إذا أنت بدك تحجز مع دكتور فرضا أو محامي من بريطانيا من سويد أو حدا من بره بدك تحجز مع حدا من الأردن شو لازم يعمل عشان يقدر يعد مع الدكتور هذا أو المستشار أونلاين قديش فيه كومينيكيشن؟ بدهم يبعثون لك البنك بدك أحول عمولات التحويل ما بعرف إذا بتعرفوا عبر الدول تتراوح من خمس دنانير لسبعين دينار أردني صح فأوقات أنا عمولة التحويل اللي بدي أدفعها بتكون أعلى من سعر الاستشارة بدون عمولة نحن المستشار نفسه ما علي أي كوست نحن نوفر للإنديوزر والكونسيومر اللي هو أنا وإنتو وسيلة التحويل سهلة وأقل كل من أي وسيلة التحويل ثانية سلام الحمد لله هل أنت هذه اللي بتحكي بالموضوع والحمد لله الأمور ماشية والناس بدأت تفهم الكونسيب بس إلا ما يكون فيه تحديات واجهتك أنت شخصياً أو واجهت الفكرة أو المشروع اللي أنت اشتغلت عليه أعطيني هكا مثلاً إجزامبلز من التحديات اللي واجهتها وقدرت تحليها أنا لاحظت أنه محور الحلقة حلقتكم اليوم أنه قديش فيه تحديات أصلاً في التكنولوجيا وفي ريسكس موجودة فأنا لما أصلاً بحكي معكم في استشارة فيديو كول مع مستشار أو بدي أحكي في بيمنت فأنتو تخيلوا الليبل أو قليلاً نتحدث عن السكوريتي اللي أنا لازم أكون متأكدة منه صح؟ أو أعطي أني أضمنه عشان أضمن سرية معلومات أضمن سرية بيديو كول كل هذا الكلام فواحدة من التحديات اللي واجهناها أني أنا كان لازم أشبك مع أكبر الشركات العالمية اللي هي البيمنت سيربسي بروفايدرز أو غيرها وعشان أقدر أشبك مع هاي الناس كان لازم يكون إلي وجود قانوني معتبر فكشركة أنا كنت أتمنى أنه يكون الأساس عندي أنا شركة أردنية ولكن للأسف كشركة أردنية وحتى عربية ما أقدرت ألبي هذا الاشي بالنسبة للستاندرز تاعتهم فوقتها اضطرنا مثلاً أن نسجل شركة في أمريكا ولكن برضو في عنا شركة هون مسجلة بالأردن من التحديات الثانية اللي كنا عم نواجهها أنه الناس لما باعد معهم أنا اليوم عادي ببيع دوت ساشن باعد لازم أشرح وأخلي اللي قدامي يتطمن أنه هذا سولوشن كفو أنه بإمكانه يتطمن هو بيستخدمه فبلاقي أنه الناس لسه عندها يعني خيرا نحكي خربطة أو سوء فيهم أني أنا بقولك عندي على الكالندر بتيش بكي الآيبان فهو بفكر أني أنا بقوله جيب لي البنك تبعك أنا كشفت البنك لا أنا الآيبان هو وسيلة تعريف للحوالات فقط عشان أوضع لك بالحساب فقط ما في عندي أني أنا أصحبك بخاف لما تقولي أيضا أيوه أيوه بلس أنه المستشار تابعي نفسه إذا تجي استشارات من دول معينة خلينا نحكي أميركا كندا إتسترا في عندهم معاملات بنكية ممكن الطبيب نفسه يخسر حقه في الكشفية في عندهم حقوق كمواطنين بإمكانهم يسحبوا فلوسهم من الطبيب فأنا اللي عملته الحمد لله عملنا إجراءات كافية أنه تضمن أن نرفع المسئولية عن الطبيب وعن أنفسنا إذا في حال هاي المواقب صارت مع اللي بيطلبوا الاستشارات من خارج أو من بلاد تاني يعني من خارج الأردن حاله كثير طيب قديش هاي الأشياء اليوم في عليها إقبال وتفاعل والناس عم تستوعبها وتفهمها اللي هو موضوع الانلاين هلأ أنا وياك إذا قاعدين مع أي حدا بحكي عندي شغل عندي موعد عندي ميتنج إيش أول سؤال بنسأله إياه؟ أونلاين ولا بدأك تروح؟ يعني هذا صار جزء من الـ conversation تبعنا إنه دائما صار الانلاين خيار موجود فلإنه هذا هو واقعنا اليوم وهيك المستقبل ماشي فأنا بأكد لك واحدة من أكثر الأشياء اللي ممكن نحتاجها إنه إذا بدي أعود مع مستشار أنا أتوقع خياري الانلاين يعني ما بزبط أنا ما الدكتور أو المحامي أو أخصائي التغذية أو الأخصائي النفسي ما يعطيني هذا الـ option أو حتى التدريبات الانلاين هلأ إحنا صرنا نتوقع إنه لازم واحد من الخيرات يكون في الانلاين لازم الانلاين فزي ما قلت لكم لأنه هاي الحاجة موجودة عنا اللي بيقدموا هاي الاستشارات أو اللي بيقدموا هاي التدريبات لازم يكون عندهم أدوات أو تولز مختلفة وهذا اللي حاولنا إننا إن شاء الله نلبيهم هديل كان فيه دعم تلقيته طبعا من مركز تطوير الأعمال اللي هو الـ BDC كيف ساعدك البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي إنهض في تطوير مشروعك؟ أحكيرك شو أنا قلت لكم بلشنا بالـ 2022 و أنا أخدت التدريبات بالـ 2020 إحنا الحكي اللي أنا الحكي اللي أنا سمعته في الـ BDC ما سمعته لا في مدرسة ولا في جامعة فالواحد بيكون ماشي على السبحانية هل بقدر هل ما بقدر هل رح تزبط معي ولا ما رح تزبط معي يعني قديش رح أخسر هل أنا بستحق ثقة مثلا أهلي في أنه يعطوني هاي كامل ثقة يالله اعملي وبدنا ندعمك وكل هذا الكلام فاللي وجدته في الـ BDC إنه أول إشي غير إنهم علمونا تكنيك إنه يالله كيف تبدأ أول إشي بداك تفتح عيونك على المشاكل وهذا اللي صار معي أنا هيك بدأت الإشي الثاني الأهم اللي أعطونا يا إنه علمونا شل الصفات أو السلوكيات إذا كانت موجودة عندي فأنا بقدر أحرص إنه عندي المنموم اللي بقدر أكمل فيه وعلي أشتغلها حالي بعدين أنا في باقي الأشياء فالإشي اللي أعطوني إياه أنا بسميه زي إنسايت أو بصيري في نفسي إني أنا بملك الصفات أو السلوكيات اللي لازم تخديني أشعر بالثقة هذا الطريق صعب وإذا ما كانت الثقة موجودة كثير صعب يعني عشان أقعد معي كونان لازم أكون وثقة من حالي طبعا عشان عارف أقنعي عشان عارف أقنعي شريكي فيه تحديات لازم يواجهها في بناء التطبيق في دعمه في نشره في استمراريته شو التحديات اللي انتواجهتو هاليوم التحدي الأكبر إنه السيجمنت تبعي اللي أنا بدي أستهدفها مش آه إحنا هلأ أسهل طريقة إني أحكي بدي أعلن على السوشال ميديا صح؟ لا أنا قلت لكم إنني للأسف أنا اضطراري جزء من مرحلة عندي إني لازم أقعد مع اليوزر ستعوني وأحكي معهم أبيعهم أفرجيهم دوتسيشن يعرفوا مين اللي وراء دوتسيشن لأنه زي ما حكينا ما وضيع الناس بالفلوس خاصة عنا بالأردن بتنشن بتخاف مية بالمئة صح فهذا هو أنا بالنسبة لي إذا بدي أحكي لك اليوم شو عائقي الأكبر كمال هو أني التسويق مش سهل إلي زي بائل الاندوستريز أو بائل بزنسيز أنك أنت بتسوقي لهم أنت بتسوقي لهم فأنت تسويقك رح يكون أصعب مية بالمئة طيب النصيحة ممكن أنت اليوم تقدميها من خلال لقاءنا معاك لكل حدا عنده فكرة ريادية أو مشروع ريادي ومش عارف من عنده يبلش أو خايف يبلش فيها يعني متردد نوعا ما شو ممكن تنصحي هديل ببساطة حوض حالك بالناس الصح خد معلوماتك من الناس الصح وعشان توصل للناس الصح هاي زي ما أنتو قلتوا هلأ في مركز تطوير الأعمال وفي كتير هلأ جهات عم بس بدها تدعم وتعلم وتشجع الشباب عشان يكونوا ملتجين ومبتكرين وزي ما أنتو عارفين مش نضلنا قاعدين عم نستنى الحل أو أستنى الوظيف إذا ما فيه انت أقصنا على نفسك فالأبواب هلأ كتير يعني مش زي زمان ممكن لو بحكي قبل 2015 أو ما يعني صراحة أنا مش كتير أوير بس قبل فترة معينة هاي الجهات ما كانت موجودة اللي زي مركز تطوير الأعمال لا هو موجود من قبل بس هلأ الجهات كتير عم تكتر اللي عنا استعداد انت تعال بفكرتك نمسكك من علمك من وجهك في منتورس حتى أوقات ممكن يكون في دعم مالي مع أني أنا أغانست هذا الاشي من البداية بس إنه لحد هذا الدعم موجود فبس دور واترق الأبواب عشان تحوط حالك بالناصل صح؟ جميل طيب شو الخطات المستقبلية الموجودة عندكم لتطوير هاي المنصة؟ اليوم أنا قلت لك بختم الطبيب والمحامي والأخصائي النفسي كل واحد شكل الموعد عنده احتياجاته مختلفة صح؟ الطبيب يحتاج يكتب أخصائية التغذية تحتاج تعمل المحامي يحتاج تعمل عقود أو أوقات حتى ممكن محاضر يعني زيكون الجلسة مسجلة أو إلى آخره فكل تخصص حسب تخصصه رح إن شاء الله نضيف فتشارز خاصة بكل مستخدم أي ومئة بالمئة عشان تلبي كامل احتياجاته ما يكون في أي شيء ناقصه أنا قاعدة بالأردن اللي بجل الاستشارة مثلا قاعد في البرازيل القاعد في أمريكا ما في أي شيء بنقصني عشان أكمل الاستشارة كاملة يعني كل شيء يكون بإذن الله هذا هو الفيجن يعني نحن نحن جد فخورين فيك يا هديل كيف جبتي هالفكرة وشوفي دائما الحاجة أم الاختراع أنت اليوم لو ما وصلت لمرحلة أنت حب أن تساعد الوالد ما وصلت اليوم لهذا النوع من التطبيق اللي هو نوعا ما سهل كثير على ناس مثلا أنه بدنما أروح للمحامي وأوصل لدكتور أو الطبيب النفسي أنا وانا أعدى محلي ممكن أن أعمل الاستشارة وأخلص وأحل أموري وأنا محل ما أنا في بيتي في شغلي شو ما كان الموضوع وكله سيكيور يعني كله آمن مية بالمية إن شاء الله وإشياء شغلي أضيفة بس أنه مش بس الحاجة أولا ما لازم تكون عندي الحاجة يعني أنا شخصي بس إذا بشوف المشكلة أعرف أنه هنا في حال إذا أنا اختنبتها أنا المستفيدة مليون بالمية هذه الجربوعة مؤسس تطبيق دوت سيشنز كنت معنا كل شكر إليك بالتوفيق إن شاء الله لهذه المنصة وإذن الله نشوفها عالميا يا رب كل شكر إليك سنطلع إلى بريك صغير ومن بعدها نرجع معكم